شاركت مؤسسة التنظيم العقاري في معرض سيتيسكيب جلوبل الذي يقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الشهر الجاري والذي يعتبر من المعارض العالمية العقارية المهمة فعلا وأكد شيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن هذا المعرض هو من أحد المعارض التي تحرص مملكة البحرين أن تشارك بها من أجل إطلاع الدول المشاركة على تجربتها وما تملكه من تشريعات وقوانين ضامنة للحقوق والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة في مملكة البحرين في أهم حدث في المنطقة وأرقى فعاليات عالم الاستثمار ومشاريع التطوير العقاري تشارك مؤسسة التنظيم العقاري في معرض سيتيسكيب العالمي الذي يقام في إمارة دبي وبالشراكة مع القطاع الخاص المتمثلي في شركة ديار المحرق وشركة درة البحرين وشركة جي اف اتش العقارية ومجموعة قرناطا كروعات ذهبيين ويعتبر هذا التعاون نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا وإبراز الواجهة الحضارية المشرقة وإظهار الفرص الواعدة التي تملكها مملكة البحرين في المحافل الخارجية وأكد الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على أهمية المعرض من تواجد الشركات العالمية تحت سقف واحد والتي تعتبر فرصة لإطلاع الشركات المشاركة على تجربة مملكة البحرين وما تتبعه من إجراءات تعتمد على أفضل الممارسات العالمية وقد وقعت مؤسسة التنظيم العقاري على اتفاقية تفاهم مع شركة إنفورما ماركتس لاستغطابه إلى مملكة البحرين في عام 2022 وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن هناك جوانب تسويقية يحتاجها السوق المحلي من أجل استغطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تتيح الفرصة للشركات العقارية المحلية للترويج لمشاريعها للجمهور الإقليمي والعالمي مؤكدا في الوقت نفسه أن استغطاب مثل هذه الفعاليات تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد الأمر الذي سيسهم في تنفيذ الخطط والمشاريع الاقتصادية الرامية إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر